9 نيسان يوم يتذكره الملايين في العراق والعالم وينقسم بشأنه وتفاصيله بل وحتى بتسميته البعض البعض يسميه يوم التحرير والبعض يسميه يوم الاحتلال والشعار الشهير اللي يتكرر كل سنة في مثل هذا اليوم بأنه بغداد لم تسقط وأنما دخلها الصافر الجيل الجديد لم يعيش تلك الأيام ومرارتها وحسرتها العراق لم يتم دخوله بحرب الأسابيع في 2003 كانت هناك ضربات ممنهجة وحصار عنيف لأكثر من 12 عام أنهك فيها العراقيين بسبب غياب الغذاء والدواء وأبسط حاجات العيش الأساسية والرواتب الهزيلة اللي كان يتقاضاها الموظف والمعلم بل وحتى العسكري بكل صنوفة بدأت بعدها عملية الصدمة والترويع وسياسة الأرض المحروقة تعرضت بغداد لليلة مروعة تلقت بها أكثر من ألف غارب ليلة وحدة فقط تلتها معركة المطار واللي كانت آخر معركة تجري بين قوات نظامية على الأرض بعدها دخلت قوات التحالف تتقدمها القوات الأمريكية توجهت إلى ساحة الفردوس في مشهد شهير وأسقطت تمثال رئيس النظام السابق وفتحت أبواب المصارف والدوائر والمؤسسات المدنية والعسكرية والحكومية أمام الشعب ليتم نهبها بصورة مأساوية بعد أن دخل الأمريكان ومن معهم إلى خزينة البنج المركزي العراقي والمتحف وأخذوا كل الأموال والمسكوكات الذهبية وتماثيل وآثار لحضارة عمرها سبعت آلاف سنة توسم العراقيين خير بعد سقوط النظام ودخلة المواد الغذائية للأسواق وازدهرت تجارة الأجهزة الكهربائية التي كانت حكر على العوائل والطبقات الغنية بعدها الحاكم المدني بول بريمر حل الأجهزة العسكرية وحل وزارة الثقافة والإعلام ودخل البلد في فوضة بسبب غياب الأجهزة الأمنية ولا حسيب ولا رقيب تحرك بريمر وجمع مجموعة من المعارضة من كمبات اللاجئين في أوروبا ومن طهران ومن مزابل دمشق في السيدة ولندن وأمريكا تم تشكيل مجلس الحكم وتوزيع الوزارات وكتابة الدستور بعدها دخل العراق في دوامة الحرب الطائفية البشعة قتل أكثر من مئة ألف مدني عراق على مدى السنوات الواحد والعشرين الماضية بذروة الصراع عام 2006 أو دهاب الصراع بحياة 29 ألف و27 مواطن بأهدأ حالات عام 2022 سجلت 740 حالة وفاة خلال هذه الفترة تعرضت فئات من العراقيين للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريد ولما نعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتهاء الحرب رسميا في العراق وسحب جنود بلاده عام 2011 كان العراق بلد إعاني من صدمة عميقة سياسية واجتماعية واقتصادية وما زلنا لحد هذه اللحظة ندفع ثمن تصرفات الأنظمة المتعاقبة على هذا البلد المسكون بالفجيعة والتشريد